اللي مش واخدة بالي ايوه نهما كبروا قدام عنيك هي نفس الحكاية في الفن ونفس الحكاية في تيمبو المزيكة المزيكة نفسها التطور تطور بزبط بلاش تطور الاخراج انا حضرت ايام لان اعيش في جلباب ابي وايام مسلسل التوقم مثلا بتاعي مع الاستاذة ليلى علوي مكتبه عميرة والسطايل ده وحضرت انزلت شاركت مؤخرا في التيمبو الجديد اللي هو الوقت سيد الشحيط بزبط يعني ما عنديش مشكلة وبحب ان انا ابقى او غصبا عني لانه جوايا برضو كوميديان بيطلع انتو الاثرة ما شاء الله كوميديانات الحس الكوميدي فيها ما شاء الله ده حقي انا بعشق الكوميدي يعني بحس اكتر لاين بتحرك فيه براحتي الكوميدي الكوميدي الحتة بتاعتك مثلا قلنا 70% حب الكوميدي 30% الحاجات التانية الفضاء الله والحاجات التقيلة بحبها برضو الكوميدي عندكم منين في البيت يعني مصدرهم الام الاب الجد الجدة جاي منين الكوميدي بصي هو هو اصلا طبيعي ان احنا نطلع شخصيات مختلفة قدام الناس لانه لما بتعملي هاجين من بلدين مختلفين لازم العيال يطلعوا برضو شخصيات مختلفة هنا الاب مصري والام جزائرية العكس العكس الاب جزائري والام مصرية اه والام مصرية تركية تمام فتلاقي فيه خلطة ميكس مختلف بس الحس الكوميدي من عند ماما طبعا اه طبعا ماما هالم جدا جدا عارفة الستات التركش الوقورة جدا القارئة الى يومنا هذا يعني نسيبك من الانترنت وكده لازم كتب ولازم تقرأ وتحب القراية وكده اه صورتها معنا والفنان احمد ميكي طبعا اخوكي ده كان اول يوم تصوير الحسن السبعة اول فيلم ليه اخراج اه كان اخراجه مش فاكرة بقى من كم سرقيته مش هنقول لا قولوا انا ما عنديش مشاكل بس انا الفيلم ده من الافلامي اللي بحبها جدا تجربة اخراجية اول اخراج لأحمد ميكي طبعا وكنت موجودة فيه كتمثيل طبعا الفيلم كله كان رائع وما كناش بعضه نعرف انه يخرج لنا احمد ميكي بقى الممثل النجم النجم بالزبط كده هو النجم فعلا ممثل النجمة الموهوب حبيب التقلب اشتغلتوا مع بعض في الفيلم ده ويمكن انا مرة حسيت ان انتو مخبيين ان انتو تقولوا ان انتو اخوات لا خالص او ما بتقولوش او ما ما تعتمدوش على ده تعتمد بالزور لا ما تعتمدش انت اخترت كلمة مزبوطة صحيح بصي هقولك على حاجة بس تخص احمد احمد بسم الله ما شاء الله عليه ربنا يحميه لانه على طول ما تصاب من العين دايما 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 ربنا يحميه احمد نجم حتى وهو في المعهد ممكن تسألي الناس ممكن تسألي دفعته كان نجم في الاخراج احمد عاشق للاخراج وانا متأكدة انه صفة حبه للاخراج اكيد ساعدته لما بقى نجم لان انا مثلا كفنانة ممثلة مقدرش ابقى مدركة زوايا زوايا الكاميرا حواليا مش الكاميرا وبس كمان زوايا الكاميرا زوايا الموضوع الافيت ريمي امتى بالزبط عشان يبقى لي ري اكشن على شطة هتاخديه مكي بسم الله ما شاء الله عنده عنده دي وعنده دي